صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يعني أصدق الأسماء أصدق الأسماء حارث وهمام أصدق الأسماء حارث وهمام ليه ده أصدق الأسماء الإنسان أصدق يعني بيتطابق مع الإسم طبيعة الإنسان تتطابق مع الإسم يعني ممكن إنسان يكون إسم كريم وليس بكريم ممكن إنسان يكون له يعني يسمى بإسم وليس له من إسمه أي نصيب أما أصدق الأسماء إذا سمي الإنسان حارثة أو همام فيتطابق معه لماذا؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارثة وهمام لأن الإنسان لا يخلو أبدا من كونه في هم ما وفي حرث ما فعل ما حتى الفعل ده تافه التفكير في اللاشئ هو تفكير أيضا يعني إذلك لما نرد عن الإلحاد ونقول الإلحاد هو دين لأنه هو تصور بيحاول أن يقدم تصورا كليا للعالم عم تيجي تنقش العلمانية هو ينازع الإسلام في تقديم تصور كلي بعيدا عن القصة دي نرجع الإنسان بطبيعته حارث وهمام لا يتوقف يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه هذا الكدح الذي وصج في هذه الآية لا يتوقف عنه الإنسان أيا كان الاتجاه هذا الكدح يعني لسورة الإنشاءات كملت أيا كان الاتجاه في هذا الكدح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو كل الناس بتتحرك لا يوجد حد قاعد ليس قاعد بمعنى ما أنا قاعد لا يوجد حد قاعد أقصد يعني لا يوجد إنسان يتوقف عن الحرث والهم في هذه الحياة هذه طبيعة الإنسان خلاص؟ يبقى من طبيعة الإنسان كل ده مقدمات للوصول للحديث عن قضية الزمن كمام؟ يبقى الإنسان بطبيعته كائن قابل للتشكل الإنسان بطبيعته فيه نقص قضية الاحتياج أنتم الفقراء إلى الله ده فهم النقص وكيف يتسد نقص بطريقة صحيحة وبالتالي ختم القرآن بسورة الصمد أن تصمد إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن عرفت نقصك يبقى الإنسان قابل للتشكل إنسان أجوف في قضية النقص والاحتياج وسد الرغبات وطبيعة الإنسان أنه لا يتوقف فبالتالي بما أن الإنسان ممكن يتغير وهو بيسعى حثيثا لسد الرغبات هذا السعي وهذا التحرك يكون في زمن ما؟ يعني أنت الدرس ده داخل زمن الدرس اللي أنت بتتفرج عليه ده في زمن معين أي فعل بتفعله بيكون داخل إطار زمني أنت موجود داخل الزمان وعاء الزمان هو وعاء محدود كل إنسان فينا له وعاء محدد من الزمان نعد لهم عدة يعني بعض أدونا ماروك مش فاكرا عن العباس ولا مين في الآية بالنفس يعني الإنسان له عدد من الأنفاس ثم يموتوا بعدها بتخيل يعني العمر يعني ذي دقة فتخيل أنت الوعاء الزمن اللي بتعيش في حياتك هو محسوب تماما ومحدود وبالتالي إما أن يملأ بشيء أو شيء آخر بشيء ينفع يعني تزحم هذه الأمور إما الإنسان بطبيعته بيتغير ويسعى للحركة لا يستطيع أن يتوقف وهذه الحركة تكون لسد رغباته وهذه الحركة لسد رغبات يكون في زمن ما تمام طيب لو إحنا افترضنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فأكتر من رواية يعني عشان يعني ده ممكن عايز درس لوحده الروايات اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسم فيها تجميعة الروايات اللي نبي صلى الله عليه وسلم رسم فيها صورة حياة الإنسان وإزاي أن الأجل بيقطع الإنسان يعني فيه رواية أنه رسم خط مربع وخط في النص في كده وفتح الباري النسخة اللي موجودة فيه طريقة الرسمة دي وفيه رواية تانية أنه نبي صلى الله عليه وسلم عمل خط معين وأن ده أجل ابن آدم معايا ده خطه الزمني وأمله طويل ثم يأتي الأجل يقطع الأمل الأجل أجل الإنسان بيقطع الأمل يعني خط الأمل طويل لكن الأجل بيقطعه